فإذا أنا أؤمن أن الطريق الوحيد لالله هو يسوع المسيح أنا أؤمن أن الطريق الخلاص الوحيد هو من خلال يسوع المسيح المكتوب عنه وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص مكتوب أيضا لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح وأنا أؤمن أحبائي أن هذا الخلاص هو من خلال عمل المسيح الكفاري بموته على الصليب وقيامته من الأموات حتى نحصل على التبرير والحياة الأبدية ونؤمن أنه من خلال الاعتراف والتوبة المقرونة بالإيمان التوب وتآمن بيسوع المسيح تدرك أنك أنت إنسان خاطئ تحتاج إلى النعمة وتغتسل بدم المسيح هذا هو الطريق للخلاص فالمسيحية لا يوجد فيها مجال أنك تتشارك مع أديان تانية أو طرق تانية أو أسليب تانية هو مخلص واحد طريق واحد هي ديانة واحدة إما أنت مع المسيح أو خارج المسيح إما أنت تروح للسماء أو جهنم ما فيش طريق تالت ما فيش أي تنازل أو أي لكن برضو أنا أؤمن أنه لازم يكون في حوار ولازم يكون في محادثة مبنية على المحبة ومبنية على التفاهم والاحترام أنك تتكلم عندك وتكلم ما عندي وأقول ليه أنا أؤمن بهذا الشيء وتجيب المراجع تجيب الكتاب المقدس وإنت ما تفرض علي تنكر شيء اللي هو مثلا مش مكتوب في الكتاب أو مش مكتوب في التفسير بتحاول تفسره بطريقتك الخاصة لا لما نتكلم لازم يكون مبني على أساسيات ولما أنت بتتكلم من كتابك وتتكلم من تاريخك تعطيني الأدلة والأمثلة لكن مش تقول مثلا فلان خير الله أو إلى آخره بدون الشواهد بدون الإثباتات بدون الأدلة بدون البراهين أنا ممكن أقولك أن المسيح فريد متميز لعدة أمور هو الوحيد اللي ولد من ولادة عذراوية هو الوحيد اللي عاش بلا خطية هو الوحيد اللي تمت فيه مئات النبوات هو الوحيد اللي حمل طبيعتين الإلهية والإنسانية هو الوحيد اللي قام من بين الأموال وهو يعني أي معاملات المسيح لا تقارن تعليم المسيح لا تقارن معجزات المسيح لا تقارن حياة المسيح الأخلاقية لا تقارن فأنا أتكلم عن شيء كلمني تعمل ليش أنت شخصية مجهولة تعملها كأنه شخصية المسيح بدون الأدلة الكتاب والتاريخ وشو الناس بتقول لكن أنا أقول لك المسيح كشخص حتى اليوم الملحدين ملحدين يمكن بأمنوش في الله بس لما بيتكلموا عن يسوع بيتكلموا عنه باحترام لأنه بيتكلموا عنه شخصية فريدة فذة شخصية لا مثيلة لها بيتكلموا عنه عندهم قناعة إنه هذه شخصية عظيمة موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر